عند مجموعة من الأخبار هقولها سريعاً كده معايا طبعاً النهاردة الكابتن محمود الخطيب كان في استقبال اللواء محمد زملوت محافظ الوادي الجديد في هذه الفترة وهذا الاجتماع كان في مقر النادي الآلي في الجزيرة قدامنا هي صور خاصة طبعاً من مقر النادي الآلي في الجزيرة لهذا الاجتماع الاجتماع كان مهم جداً ضر حواليه صوبة للتعاون ما بين النادي والمحافظة خلال الفترة القادمة وده في إطار سياسة النادي الآلي للتعاون مع مؤسسات الدولة والرياضة المصرية بشكل عام واستكمالاً للدور المجتمعي للأهلي الذي يقوم به مجلس الإدارة ويحرص عليه منذ توليه المسئولية اللواء زملوت محافظ الوادي الجديد استعرض خلال الجلسة المصمرة البنية التحتية لمحافظة الوادي الجديدة التي تمتلك 40% من مساحة جمهورية مصر العربية كما تمتلك بنية تحتية رياضية جيدة تضم استاد الرياضي على مساحة 26 فدان وحمام سباحة ومدمار للجاري وملعب خماسي من النجيل الصناعي طبعاً الكابتن الخطيب ناقش كمان مع المحافظ أوجه التعاون في مقدمتها القيام برحلات سياحية بيئية وعلاجية لأعضاء النادي الآلي خلال الفترة القادمة إقامة ندوات ثقافية عن المحافظة لأعضاء الأهلي في إطار برنامج اعرف بلدك الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة طبعاً ده دور مجتمعي مهم جداً بيقوم به النادي الآلي خلال الفترة الحالية وهذا الملف النادي الآلي بيشتغل عليه منذ انتخاب مجلس الإدارة ومن ضمن بنود برنامج عائلة الأهلي الدور المجتمعي ودور الأهلي المجتمعي في هذه الملفات مع مؤسسات الدولة لدمج العلاقات الرياضية بالاجتماعية بالنسبة لعضو النادي مع جمهوري النادي الآلي في مختلف محافظات مصر ترجمة نانسي قنقر